ازاي نلعب قدام الناس دي نلعبهم من ند بالند ولا نبقى احنا الاندر دوكز يعني ايه بقى احنا الفرقة الاقل حظوظا في الفوز بالمباراة عشان نلعب ماتش كويس قدام فريق بحجم الفريق البلجيكي لازم نبقى واقعيين معاهم واكيد فيتوريا عارف الكلام ده لو فتح خطوطه ولعب معاهم الند بالند مش هيقدر يجريهم مش هيقدر يجريهم لا على مستوى الافراد ولا على مستوى الجماعي ولا على مستوى البدني ولا على اي حاجة فطبيعي ما تستغربوش من المنظر بكرة ان فيتوريا هيبقى سعيب الاستحواز لبلجيكا وهيبقى بيلعب في 25 متر بتوع وكمباكت وهيلعب على التحولات الهجومية انه لما يقطع الكرة تبقى خطورته في التحولات الهجومية وانه يلعب في ظهر الديفنس بتاع بلجيكا طب نقدر نكسب بلجيكا؟ نقدر نكسب بلجيكا؟ اه نقدر نكسبه نقدر نكسبه نقدر ان احنا نستغل المطش ده في ان احنا نستفيد بشكل كويس جدا ان احنا نعمل نتيجة ايجابية لان احنا عندنا سرعات في التلت الهجومي نقدر ان احنا في التحولات نأذيهم هم عندهم بطء جديد جدا في الديفنس بتاعهم بتتكلم بقى عن توبي ألدرفيلد بتتكلم على يونف التونة لعيبة عندهم مشكلة كلهم اعمرهم وصلت فوق سنة 30 وال32 سنة وتقدر ان انت بالسرعات بتاعتك اللي موجودة عندك في التحولات ان انت فعلا تأذيهم وتعمل لهم مشاكل كبيرة بس اهم حاجة ان يبقى فيه جين بلان فيه جين بلان اللعيبة متحفزة بشكل كويس هتعمل ايه واكيد اكيد ان فيتوريا يشتغل خلال المعسكر طبعا على وخلال طبعا 48 ساعة اللي جايين على ازاي او ايه هو الجين بلان بتاعه كمدير فني وازاي انه هو يقنع يقنع لعيبي منتخب مصر بالجين بلان بتاعه بالخطة بتاعته للمباراة ولازم نبقى مستعدين لاي اي اي متغيرات ممكن تحصل في الماتش جيب نجوم بدري لقدر الله دخل فينا جوم بدري نعمل ايه نتمسك بنفس طريقة اللعب ولا نغير ولا غيرنا اسلوب اللعب بتاعنا هنبتدن نغيره من الديئة كام كل دي حاجات المدربين الكبار بتبقى في دماغهم وبتبقى في مخهم وهو نايم على السرير بيفكر انا هعمل ايه وبيعمل اجتماعات بالمساعدين بتوعه وبيسمع القراء الناس كلها لغاو ما بيوصل لجين بلان معين يبتدي انه هو يحضر نفسه ويحفظ لعبته على الجين بلان ده او خطة اللعب اللي هو يخش بيها المباراة انا في رأيي يعني افضل طريقة ان احنا نلعب بيها قدام بلجيكا اربعة اربعة اتنين فلات يعني اربعة اربعة اتنين فلات انا اربعة في الديفنس اربعة خط قدامهم خطين باربعة لعيبة واتنين مهاجمين طب ليه نلعب باربعة اربعة اتنين فلات اول حاجة لان بلجيكا بيلعبوا تسعين في المائة من مطشطهم بتلاتة وراء بيلعبوا بتلاتة وراء احنا مهم جدا ان احنا نمنعهم من بداية الهجمة مارتينز المدير الفني للمنتخب البلجيكي مدرب بيهتم بالاستحواز مدرب بيهتم بالطلوع بالكرة من وراء مدرب اسباني طبعا دراساته كلها في ويلز في كاردف وهي مدرسة تدريبية تهتم بالاستحواز وتهتم بالضغط المرتد والكاونتر بريسنج واستخلاص الكرة فاصلع وقت ممكن بعد اخسارتها كل دي حاجات لازم نقرأ المدرب اللي قدامنا ومدرسة اللي قدامنا عاملة ازاي لما يكون في فرقة بتلعب بتلاتة وراء بيفرشوا الملعب وهم بيبدأوا الهجمة مهم ان انت يكون عندك اتنين مهاجمين اتنين مهاجمين بيلعبوا على التلاتة دول بيمنعوهم من بداية اللعبة بشكل فيرتيحية فيرتيحية وانا رأي ان التشكيل الامثل لمنتخب مصر في ماتش بكرة يبقى بالشكل ده لازم نلعب خطة فع متوسط لا متأخر ولا متقدم يعني نبقى قدام التمنتاشر بستة سبعة يارضا تمانية يارضا ونلعب بالشناوي علي جبر في رأيي هو الافضل لمزاملة او مجورة حجازي في قلب الدفاع اكرم توفيق باكرايت ومحمد حمدي باكليفت نص الملعب اتنين لعيبة على الدايرة طارق وحامد والنني الاتنين لعيبة عندهم خبرات والاتنين لعيبة نقدر ان احنا نطلع عليهم بالكرة كويس جدا ولعيبة يقدروا ان هم يعملون اصطارة قدام حجازي وعلي جبر بشكل كويس وانت بتلعب اربعة اربعة اتنين فلات لازم يكون عندك اتنين اجنحة بيدفعوا بشكل كويس ويقدروا في نفس الوقت ان انت لما تقطع الكرة يقدروا يعمل لك التحولات بشكل كويس وانا في رأيي افضل اتنين لعيبة يقدروا يلعب على الاجنحة زيزو وامام عشور ليه زيزو وامام عشور لان الاتنين بيجيدوا في اللعب على الدايرة كنمرة تمانية كاجنحة فتقدر لما الكرة تكون الناحة التانية الجناحة العكس يخش يضم يبالعيه التالت في نص المرحة طب اكيد حضراتكم وانتوا تفرجوا تقولوا لي لا ليه تريزي جي ما يبدأش انا رأيي ان تريزي جي العيب هائل طبعا وفرمته كويس جدا مع ترابزون سبور ولكن امام عشور ناحية الشمال هيقدي لك الادوار الدفاعية اللي فيها تاكن يعني ايه تاكن يعني العيب جناح بيخش في نص الملعب افضل بكتير من تريزي جي وامام عاك تريزي جي اخر نص ساعة 25 ديه يقدر ينزل يديك نفس في التحولات بشكل كويس واثنين مواجمين صلاح ومصطفى محمد ده رأيي التشكيل الافضل للمنتخب مصر لمواجهة المنتخب بلجيكي هو بالشكل ده ونلعب بخطة فاعة متوسط كومباكت في 25 متر لما نقطع الكرة نعمل تحولات على صلاح وعلى عندنا مصطفى محمد نقدر نحن نلعب عليه الكرة ويقفلنا على الكرة ويخد لنا فاولات ويبقى محطة كويسة جدا واثنين اجنحة بيدفعوا بشكل كويس بيردوا مع مونيه ومع ايا كان بقى مين يلعب وين جباك نهاية الشمال ساعات الرجل بيبدأ بكراسكو ساعات ايا كان يلعب يبقوا بيدفعوا معاهم بشكل كويس جدا ويقدروا ان هم يسندوا محمد حمدي واقرم توفيق فيه المواقف الدفاعية ما يبقواش سايبينهم لوحدهم ويبقى ده الجن بلان بتاعنا ده رأيي افضل طريقة لو رأي ابن ابربعة تلاتة تلاتة وصلاح بيلعب ناية اللي مين وما بيردش والهافل لنحيته هو اللي بيطلع يقابل مكانه زيما كان بيحصل مع كيروش هنواجه مشاكل كثيرة جدا جدا لان الرجل اللي تلعب التالت اللي في نص الملعب ده ده لما بيطلع يقابل برة بيفضيلك نص الملعب بيفضيلك نص الملعب حاجات كلها تفاصيل صغيرة لكن لازم نهتم بيها وانت بتلعب قدام فرقة كبيرة لازم تهتم بالتفاصيل الصغيرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة